نخبة من الشباب والشبات المهتمين بمستقبل الطاقة في دولة الكويت جمعهم ماهد الكويت الأبحاث العلمية في فعالية على غير العادة وهي أمسية شعرية حول أهمية الحفاظ على الطاقة تركز على موضوع الطاقة وإرشاد باستهلاك الطاقة وطريقة أرضها بالأشعار فالموظفين طبعا الباحثين في كثير منهم عندهم مواهب كثيرة ويحاولون يوصلون معلومة المحافظة على الطاقة عن طريق سرد بعض الأشعار التي هم كتبوها ويحبون يشاركونها مع المواطنين خلق الوعي لدى العامة احنا حبينا نسويها بطريقة إبداعية فطلبنا بذل ما نستعرض معهم محاضرات عامة وهذه الأشياء نقوم فيها عادة ففكرنا هالمرة نتكون بطريقة مبتكرة جديدة فطلبنا من المشاركين بدل ما أنهم يستعرضون محاضرات أنهم يقدمون مشاركة شعرية فكل مشارك يكتب قصيدة شعرية تختص في أمور الحفاظ على الطاقة الهدف من الفعالية هو تحفز الأفكار وإثارة الاهتمام حول موضوع كفاءة الطاقة بطريقة سلسة لرفع الوعي العام وخاصة في فصل الصيف الكويت تفضى بفصل الصيف أنا ما أعتقد أن البيوت تتسكر أو من ناحية استخدام أجهزة الإنارة وأجهزة التبريد والتكييف والكل مننا نعرف أن الأحمال ترتفع في فصل الصيف نظراً لانتفاع درجات الحرارة فيعني إحنا ما نقول طفة والتكييف لأنه يعني تعرفين في أثاث في زر لكن خلينا نرفع درجات الحرارة يعني ما في داعي تكون نشغل أجهزة التكييف لأنها تكون باردة جداً في بيوت ما ساكن فيها أحد يعني خصوصاً في وقت الصيف فهذا سيساعد الدولة في أنها تخفض الأحمال وقتاً بالذات وقت الدروة في فصل الصيف لابد من غرص ثقافة استخدام الطاقة البديلة لتحقيق غرضين الغرض الأول تخفيف الأحمال والغرض الثاني تحقيق رؤية الأمير عام 2013-15% وهو أن نشجع المواطنين على تركيب الألواح الشمسية والسخان الشمسي خاصة أنه ليس متداول كثير في دولة الكويت أيضاً نركز على المرشدات الماء فعالية من شأنها إيصال المعلومة بشكل مبتكر وجاذب لرفع كفاءة استهلاك الطاقة في دولة الكويت مروم حرم تلفزيون دولة الكويت